أقرت الحكومة أقصاطاً جديدة لمكتتبي سكنات البيع بالإيجار عدل لدفع مساهمتهم الأولية المحددة بـ 25% من إجمالي ثمن الشقة حيث تم تقديم شطر يدفع عند التخصيص تقدر قيمته بـ 5% من سعر السكن والتي تتراوح ما بين 10 مليون و13 مليون سنتيم المرسوم رقم 68 من الجريد الرسمية الصادر في 27 ديسمبر الماضي عرف تعديلاً جديداً على أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 105 واحد والذي يحدد شروط وكيفية شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار ما يلزم كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25% من ثمن السكن كما تم تحديد أربع كيفية لتسديد الدفعة الأولى عبر شطر أول يقدر بـ 10% من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء والثانية مقدرة بـ 5% من ثمن المسكن عند انطلاق الأشغال في موقع تواجد السكن أما الشطر الثالث فيقدر بـ 5% من قيمة السكن عند التخصيص في حين يتم دفع الشطر الرابع المحدد بـ 5% من قيمة السكن عند استلام مستفيد المسكن دون تحديد موعد التسليم للدفعة النهائية إلا أنه حسب ذات المدة فإن التسليم يكون حسب الفترة المتفق عليها بين أطراف العقد ترجمة نانسي قنقر